شكرك جدا انت غطيت كل نواحي وطمنتنا على الروح الوثابة اللي احنا مرهنين عليها ان اعضاء الجمعية العمومية سوف يقبلون ولن يسمحوا ان تفرض عليهم اي ليحة استرشادية او غيرها ولكن طبعا ليا ملاحظة جميلة انا شفت العضو او المتحدث بيقولك انا جاي من التجمع الخامس وهده اللي احنا بنقوله يا اعضاء الجمعية العمومية مش ده اليوم اللي حد يكسل فيه كلكم لازم تروحوا واحنا يعني قلنا رأينا مش هنكرروا تاني في هذا الامر لكن نتمنى ان الجمعية العمومية تجتمع بعشرين الف مش باثناشر ونص وان تضع اللايحة بتاعتها وباذن الله الامور تعدي يعني طبعا كلنا متخوفين ان يحصل مشاكل لكن اذا كان هناك اطمئنان يبقى خلاص ان ما فيش مشاكل قانونية احنا كل اللي بنقوله كنا نتمنى ان الجمعية العمومية وانا هتحمل مسؤولية الكلمة دي انها تكون في مقر الالب الجزيرة وده احنا شفنا لو طلبت من الناس كلها هتيجي فين لو قلتولهم تعالوا نجتمع في برج العرب كانوا هيروح برج العرب لان النادي الاهلي جمعية وعية جدا وعارفة امتى تتحرك وتقول كلمتها ولا تسمح لاحدا يفرض عليها شيء شكرا زميل امير هشام شكرا لك يا امير في حاجة تانا تحب تقولها لا خلاص هي دي يعني انت شفت الاعضاء متحمسين ازاي شفت منطقهم مش هيفرض علينا شيء وده اللي بالنادي عليه من اول يوم قلنا لو عايزين اتناشر الف هنجيب عشرين الف اتمنى ان يحضروا اتمنى ان يقولوا رأيهم اتمنى ان النادي الاهلي يعني يضع ليحته هو وما يتقلش فيهم الايام انه مجوش عشان يتفرد عليهم ليحة مختلف عليها حتى لو انت متفن مع كل ابنودها انت يعني لما كانش فيه فرق بين اللايحة للسرشدية وليحة النادي الاهلي برضو لازم تصوت على لاحة النادي الاهلي فلو تحط بندة او اتنين او تلاتة فيهم خلاف يتنقشوا كواسي اوي زي ما اتعمل كده حوار مجتمعي كل واحد يقول رأيه سلبا واجابا وفي الاخر نتفق على شيء وكلنا نروح ندعم قرار الاهلي ويعني حق الاهلي في تقرير لاحة